بعد امتحانات ليست بالتقليدية جاء يوم التكريم الذي انتظره المدرسون المشاركون في الأولمبيات العلمية السوري للمدرسين الذي يأتي مواكبة لتطور العلمي وللمساهمة في تطوير العمل التربوي هؤلاء الزملاء سيكونون في مختلف مفاصل العملية التربوية البعض سيكون في التوجيه الاقتصاصي والبعض سيكون في لجان تطوير المعايير وتطوير المناهج وأيضا المشاركة في إعادة تأريف الكتاب المدرسي فنحن أحوج ما نكون لمثل هؤلاء الزملاء الأسئلة على المستوى العالمي دائما يعني خليني أنا نوه لشغلي الأولمبياد العالمي بدأ عام 1959 نحن هلا ب2016 من عام 1959 ل2016 ما تكرر سؤال وطبيعة الأسئلة دائما تبحث عن الأشخاص المتميزين ولا تبحث عن الأشخاص المتفوقين التكريم تضمن توزيع الشهادات لكل من الخمسة الأوائل في كل مادة علمية من مواد الرياضيات الفيزياء الكيمياء المعلوماتية وعلم الأحياء على مستوى المحافظات السورية ولأن حفل التكريم لم يكن أيضا بالحفل التقليدي عزف أحد المدرسين المكرمين أغنية لسوريا هي مش إنه اختبار المدرس بس بنفس الوقت أنت صعب تختبر نفسك لوحدك مهما حاولك صعب لكن لما يكون فيه مكحان خارجي باستنزف العقل وباستنزف الطاقات ووحدك صعب تركز أو تختبر حالك فكان بدأت تحضيري خاصة بالاختبار الأول شفنا الأسئلة هي فوق المناهج الثانوي هي الأول مشاركة في أولمبياد 2016 للمدرسين طبعا عطتنا دافع لحتى نعيد معلومات الجامعية اللي احنا صلنا فترة مأهم لنا التي يجد فقط إحاطة بالمنهج اللي عام ندرسه خلانا ندرس ونتابع هي ثاني مرة بشارك بس هي الحمد لله الله وفأنا وطلعت الأول طبعا مشكورة وزارك تربي وهيئة التمييز والإبداع على تنمية روح المبادرة لدى المدرسين والموجهين بحيث أنه يتابعوا الدراسي وتعلم بالنسبة لي أول تجربة وكانت تجربة حلوة وتخلق فيك روح التحدي وتخلق فيك رغبة أنه يتظل متميز دائما يتظل متطور دائما نجاحات الأولمبيات العلمية السورية تستقطب الطامحين دون توقف ويبقى الهدف الأكبر هو الوصول بالحالة التعليمية لأفضل مستوياتها رغم كل ظروف التي تمر بها سوريا